سُئل الشافعي عن الإمام علي فقال ما أقول في رجل أخفى أعداءه فضائله حسداً وحنقاً وأخفى أحباءه أيضاً فضائله خوفاً وخرقاً وخرج ما بين الفريقين ما ملأ الخافقين فتلك سنة الله أن يظهر الله الحق ولو أخفاه الناس أما الآن فنبقى مع كلمة الحفل يلقيها على مسامعنا سماحة الشيخ محمد بن الأستاذ علي العريبي فليتفضل مسبوقاً بالصلاة على محمد وآلي محمد بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين أبارك لكم هذه الذكرى العطرة وهذه الليلة الشريفة التي يتسابق فيها المؤمنون عزيزة على كل قلب وينتظرها كل موال على أحر من الشوق وأحر من الجمر على أحر من الجمر ليذكر فيها ويلهج لسانه بذكر عسوب الدين ووصي رسول رب العالمين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام الذي قيل فيه ما قيل فلن يبلغ شأنه وشأوه أحد لا منزلة ولا بيانة لكن لا يترك الميسو وهذا محفل مبارك ينبغي فيه ذكر موجز مختص ومحاضر وطلب مني أن ألقي في هذا الحفل كلمة أنا متشرف بها فأقول قد ورد في ألسن الكثير من العلماء وقرأنا كثيراً في صفحات الكتب حديثاً مفاده علموا أولادكم حب علي نصح عدد قليل موجودين جداً لكن أرجو أن الله عز وجل ينزل ملائكته على الحاضرين والمستمعين فإن ذكر علي عبادة وإن هذه المواضع تنزل فيها الملائكة تؤمن على الداعين وتدعو لهم بقضاء الحوائج قضى الله حوائجنا وحوائجكم ورفع ورفع عنا هذا البلاء وشاف المرضى آمين علموا أولادكم حب علي لعلك لا تجد هذا الحديث مدوناً بصيغته في الكتب الحديثية لكنه حديث مقطوع به مراده يريده رسول الله صلى الله عليه وآله مراده ينسب لأهل البيت عليهم السلام جزماً وقطعاً فإن ميزان الحق واليقين يصح فيه أن يقال علموا أولادكم حبه وقبل أن أسترسل لعوني أذكر هذا الشيء الطريف اليوم كنت أريد أن أتكلم عن بعض الأمور لكن لفت انتباهي أنني سألت إحدى بناتي بنت واحدة فقلت لها تعالي اسمها عبير الله يحفظ ابنائكم وأبناء أنا تعرفين علي بن أبي طالب قالت إيبا أبعرف إمامي سألتها ما معنى الإمام شنو معنى الإمام سكتت يمكن يكون المعنى في القلب واضح لكن اللسان والبيان صعب على الطفل فطلبت مني أنا أشرح لها تخيل نفسك تنزل لمستوى تسع سنوات ويسألك طفلك ما معنى الإمام بابه وأنا اللي بديت أنا العائل قلت لها بابا يوديكم الباص المدرسة قالت إيه العام الماضي قالت يصير الباب بدون سايق يصير الباص بدون سايق قالت لا قالت لها لو الباص يمشي بدون سايق قالت نتخربط يوديك الوحدة بيت الثانية إذا هذا هو الإمام يقود ولا يقاد يهدي ولا يهدى يكون في الأمام فهو إمام علموا أبناءكم حب علي لتعلم اسم علي بن أبي طالب حافي علمه أنه إمام بأبسط طريقة بأروع أسلوب أنا أشوف ما شاء الله معدات في هذا المأتب المبارك كبير لو استغللناها في كل مناسبة بل على طول الأيام والسنين في تعريف أطفالنا صغارنا شبابنا كبارنا هذه المفاهيم تلاحظ أن الله عز وجل في كتابه في سورة أهل الكهف ما ذكر أسماء أهل الكهف بل لم يهتم بعدتهم يقولون ويقولون ويقولون نعم ذكر هافي الأخ لكنه ما اهتم بالتفاصيل أي كتاب هذا الذي لا يهتم بالتفاصيل كتاب الله الذي يهتم بالقيم ولا يهتم بالتفاصيل لا يريد أن يغرقنا في قصة ورموزها بل يريد أن يجعلنا بين القيم ويحدد لنا رؤوس رؤوس الأمة الهدى علي بن أبي طالب علموا أولادكم حب علي خطر يدهم هذه الأجيال صحيح صناعة الرموز صناعة الشخص اسأل أي واحد من أبنائنا اليوم من تحب ما هي قدوتك أظن أنه قليل سيقول لك محمد الجواب بل قد لا يقول لك أحد أن قدوتي هو الإمام الحجة بن الحسن عليه السلام لأنك اليوم على اليوتيوب لأنك اليوم على الإستجرام لأن في مدارسنا همش التعليم الديني لأن مساجدنا لم تعد كالسابق لم يتصد لها ولتعليم أبنائنا أولئك الذين كانوا أهل كفاءة وقدرة بل ابتعد عنها المتدينون فأفسحوا المجال لمؤمنين لكنهم أقل خبرة هناك حرب شنها إبليس وأراد بها خداع حتى الملائكة المقربين يريد أن يصنع لنفسه شخصية مزيفة أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين أنا الشخصية الأولى أيها الإخوة الأحبة أمامنا خطر وهو صناعة الشخوص المزيفة صناعة القيم الباطلة وأما الزبد فيذهب وأما الذي يمكث في الأرض فينفع الناس حب علي علي عليه السلام الذي روي عنه علموا أبناءكم ما ينفعهم من علمنا علي عليه السلام هو الذي يقول وكذلك منسوب للنبي صلى الله عليه وآله وغيره بادروا أبناءكم بالحديث يعني بحديثنا بعلومنا بعلومنا قبل أن تسبقكم إليهم المرجئة إليهم المرجئة مرجئ قوم شكاكون يصنعون الشخوص الوهمية يشككون في كل قيمة يأخذون بلب كل صغير يحرفون كل كبير صناعة إبليسية لا شك ولا رب لهذا نجد القول المعروف وقد يكون حديثا علموا أبناءكم حب علي نعم ورد علموا أبناءكم حب النبي لذكره الصلوات الله صلي على محمد وآل محمد علموا أولادكم حب علي دقائق معدودة أمامي ولا أطلبا إن شاء الله كيف أعلم الحب جدتك بنتك مثل ما جدتني بنتك باب شلون تعلمني الحب الحب لا يعلم الحب لا يعلم أيها الإخوة حب القلوب ميل الذي يعلم العقول وأما القلوب فتميل القلوب تحب يعني تميل لعلي عليه السلام تبغض مبغضيه يعني تنفر عنهم القلوب عواطفها إما صائبة وإما منحرفة ضالة سنعلموا أبناءكم حب علي إذ كان الحب مش اختياري واحد شاب سنة من السنوات قال لي شيخنا أنا واقع في حب في حب بفتاة ترى عادي يعني أهل البيت عليهم السلام يجي واحد لهم يقول لهم يا ابن رسول الله أنا أحب فلانا وأهلي معجبين بفلانا قال تزوج من تحب يعني مهم اللي بيزوجون فأنت أنت الرجال وأنت الزوج الحب والبغض ليس باختيارك شنو يمقصود يعني إذن لماذا يأمرنا النبي صلى الله عليه وآله بحب علي لماذا يأمرنا الله بحب النبي صلى الله عليه وآله لماذا نحب الحجة ابن الحسن عليه السلام كيف نحبه هذا يسمونه أمرون بالسبب وإطلاق للمسبب للبلاغة يعرفون لو شوي نتعلم اللغة العربية أحسن رتفعت كثير من الإشكالات أكثر الإشكالات على النصوص الشرعية من آيات وروايات تلاحظ فيها جنب لغوي اللغة مصعبة بسيطة كثرها العلماء لكن هي بسيطة مثلا قوله تعالى نفتح كتاب الله عز وجل ونشوف الله عز وجل يقول وهو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا شايفين شيء اسمه رزق ونازل من السماء يوم الأيام ماكو شيء سمونه رزق أكوه 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 جر رزق ونازل يعني الله عز وجل والعياذ بالله حاشا يكذب لا هذا اسلوب بلا يعني ينزي لكم ما يكون لكم فيه منفعة مطر شمس سماء يسكنها كلها الأرض يسكن هذه الأسباب الأرض فيجري لكم الألهار وينبت لكم كل ما تأكلون وتشربون فيريد الله عز وجل أنه ينزل يجعل أسباب الرزق أنت كذلك أيها الشاب الذي لم تتزوج بعد يعلم أن الزواج مسؤولية عندك مسؤولية مو مسؤولية زوجة فقط لا تناكحوا تكاثروا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة رسول الله صلى الله عليه وآله لا يريد جاهلا بل لا تتزوج إذا لم تنبت نباتا حسنا يفتخر به رسول الله صلى الله عليه وآله علموا أولادكم حب علي يعني شنو يعني علمه الأسباب التي يحب بها علي بن أبي طالب شنو الأسباب عرفه أنه إمام عرفه أنه لما كان وصيا من الأوصياء بل خير الأوصياء علمه لما كان سيد الأوصياء علمه لما كان يعسوب الدين علمه لما اختاره الله عز وجل من سابع سماوات أنه وصي أعظم رسول على هذه الأرض وعلى البشر أجمعين أنتقل للقصب الثاني وإن أطلت كم صار أطلت واجد لو باقي بعد خمس دقائق الآن نجي لدور الكبار يجي واحد يسأل يقول شيخنا هذه الرواية حب علي حسنة ماذا محنو داخلين في الحب والعشق والشعراء بيتغنون بعد شوية ما أدري منه بي الظهر من العم يجي الحب والعشق ترى احنا لا نتغنى بذكر علي لأنه يرنم مسامعنا ويطرب قلوبنا ترى في الفاض كثيرة أرق وأسهل على الشاعر وأطوع في القافية من قولي من لفظة علي عليه السلام لا 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 نحن نريد عليا بما هو علي علي بن أبي طالب ليس بإسم ليس برمز وهمي مصطنع لا لا حب علي حسنة لا تضر معها سيئة وقف شوية شلون حب علي حسنة لا تضر معها سيئة يعني أي واحد يقول أنه يحب علي خلاص بعض يفعل ما يشاء لا لا على هونك على رسلك مثل ما ذكرنا سابق حب علي حسنة حسنة هذا من باب ذكر ذكر المسبب وإرادة السبب مثل علموا أولادكم حب علي يعني علموهم أسباب الحب لعلي بأبي طالب لأنه أحق بالحب حب علي حسنة لا تضر معها سيئة هذا مجاز يعني من أراد أن لا تضر مع أعماله سيئة لأنه يتوب لأنه يهتدي لأنه يرجع عن سوء عمله فتكون عاقبته الجنان فليتعلم ويأخذ الأحكام من علي بن أبي طالب وصي الأنام الوصي على الأنام فالمقصود حب علي عليه السلام تعلموا حب علي عليه السلام حققوه في قلوبكم ألا ترى أن العلماء يكتبون فضائل علي لشهم فاضين يعني معدهم شغل بسكات من فضائل علي فضائل فاطمة فضائل النبي أم يريدون شيئا آخر يريدون حقيقة من الحقائق أن يعلموك إياها أن قلبك وحبك اجعل سببه قيمة من القيم علي عليه السلام ميزان الحق والباطل لهذا ورد عن الشيخ الصدوق رحمه الله في الفقيه من جزمياته وقطعياته حديث جازم به وبصدوره قال قال الصادق عليه السلام إن ولي علي يراه في ثلاثة مواطن هنيئا لك يا موالي حيث يسره تستبشر به يرتفع عنك الفزع عند الموت وعند الصراط وعند الحوت يُنسب للسيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام من الأبيات والشعر أنه قال فيما قال ونحن أمان الله صلوات الله ونحن أمان الله في الخلق كلهم نسر بهذا في الأنام ونجهر ونحن أولاة الحوض نسقي محبنا محب الحقيقة ونحن أولاة الحوض نسقي محبنا بكأس وذاك الحوض للسقي كوثر شوف علي بن أبي طالب عليه السلام ورسول الله صلى الله عليه وآله ويغرف علي بن أبي طالب لمحبيه من ذاك الكوثر فيدخلهم الجنان فرحين مسرورين فيسعد فينا هنيئا لكم فيسعد فينا في القيام محبنا ومبغضنا يوم القيامة يخسر نسأل الله عز وجل لنا ولكم أن يعز شأننا في الدنيا ويرفع مقامنا بمحمد وآله في الآخرة وأن يحفظنا من كل سوء وأن يشافي كل مريض ويرفع كل بلاء وأن يعيد هذه الدكرة في قادم الأيام بأفضل حال يمتلئ بها المكان وينشد بها الشعراء في حب علي بن أبي طالب عليه السلام أحسن وأحلى الكلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكراً لفضيلة الشيخ على كلمته القيمة التوجيهية التي بيّن فيها مكانة أمير المؤمنين كما حثنا على تربية وتعليم أبنائنا على حب علي وبأنه هو القائد حتى لا يستلمه الآخرون حظناً 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 شكرا